من مشروع إحياء المدينة القديمة في العاصمة اليمنية صنع أطلقت اليونسكو بالتعاون مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية مشروع ترميم واسع للمدينة المدرجة في قائمة التراث الإنساني العالمي حفاظا على هويتها وتأمينا لسكانها نحن بحاجة إلى إعطاء بعض الأمل فيما يتعلق بحماية المواقع الثقافية وحمايتها وترميمها من المهم هذا المشروع على وجه التحديد لأنه يقدم الدعم المالي اليونسكو أطلقت المشروع على دفعتين الأولى استهدف الترميم 140 منزلا عام 2020 بالاستعانة بنحو 4000 عامل في حين يستكمل العمل خلال هذا العام لإحياء المدينة التي تراوح أعمار منازلها الخاضعة للترميم بين 300 و350 عاما مع مراعاة مختلف الأنماط المعمارية التاريخية نحن الآن نحاول أن نعمل إنجاذ وتأمين للبيوت نأمن أصحابها ونأمن البيوت كامل ونأمن للمدينة التاريخية ونحافظ عليها يأتي مشروع تطوير وإعادة تأهيل صنعاء القديمة على خلفية المخاوف التي أبدتها اليونسكو مؤخرا لما لحق بالمدينة من أضرار في بنيتها التحتية تصل إلى نحو 98 مليار دولار بحسب وزارة التخطيط وتعاون الدولي بفعل الصراع المسلح فضلا عن تشوهات ومخالفة البناء المعماري الفريد للمدينة واستخدام الحديد والأسمنت في البناء والترميم شيماء عاصم تي أرتي عرب